اشتركوا في القناة 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 وليس الحديد ركزه معاي ليش؟ لأنه ممكن يكون هوموغلوبين أو نسبة الدم عندها طبيعية جدا ولكن عندها استنزاف بمخزون الحديد اللي يصير على مدى أشهر طويلة وخاصة للبنات تكون أكثر من الشباب عرضة لأنها عندها بشكل شهري الدورة الشهرية تمام؟ فرح أطلقكم كل شي نطلبه ولكن على ما تطلع هذا التحاليل أو البنت مثلما سويتها وطلعت طبيعية أكيد في خطة علاجية متكاملة شنو هي؟ نعوض أي نقص لو موجود؟ وإذا موجود هذا النقص ممكن نعطيها فيتامينات وننتقل فيتامينات زين على الأقل تسندها بالفترة الأولى ونطرح عليها حقن لبلازمة وهي أفضل طريقة فالعلاجات المتاحة تصير ضمن خطة علاجية منها طبعا إذا في أي شيء خلل بالتحاليل لنعدله ما نخليها لأي وقت تطلع التحاليل أو أنها ممكن تبدي فيتامينات عادلة لأن الفيتامينات تعطي جرع يومية وأحرص دائما على تكون الفيتامينات على الأقل فيها دال اليومي الموصفي دوليا عشان تكون مفيدة أكثر أنزين؟ ممكن نعطي أشياء موضعية؟ نعم ممكن نعطي أشياء موضعية ولكن حطوا خط أو مليون خط تحت إذا كان التساقط هرموني وخاصة عن تحسس بصيلات الشعر عند الرجال بسبب الهرمونات أو عند البنات بسبب تكفيس المبايض ممكن نبدي لهم بالعلاج قوي موضعي وهو المينكسوديل غيرها إذا ما كان فيه أشياء هرمونية عادي البنت تقدر تبددي على المجموعات العادية راح أطلكم أمثل عليهم ولكن اللي أقصد المينكسوديل هذا وخاصة عند التساقط عند الرجال هذا وايد فعال والنساء اللي عندهم خلالهرمون راح أحط لكم الحين بسنابل يايير شنو الأشياء أو الحلول بشكل مختصر جداً ولكن اللي يصير عندهم فراغات شديدة أو صلعب الكامل بحالات الرجال هذا حرام أقول له تعال قذب لازمة ولا أخذ فيتامينات ولا حط منوكسوديل لا أروح سو زراعة هذا الحل وكثير منهم تر ما تنجح زراعة 100% كل واحد على حسب حالته لكن اللي بادي توا فيه تساقط اللي بادي توا فيه تساقط بدت الفراغات تبين شعرهم وايد قاعد يتأثر بالتساقط توا بهالمرحلة بالنسبة لي أشوف أن كل شيء مهم لو الفيتامينات تساعد 15% راح أعطيها فيتامينات لو المحالي للتساقط البسيطة هذه تساعد 15% راح أعطيها التحاليل الأساسية تساهمة بـ 60% وهي الأهم راح نسويها ولكن ما راح أعطيها شيء واحد فقط لأنها تحتاج فترة تسند نفسها ويقل عندها تساقط بشكل دائماً أنسئل عن أوكي دكتورة الفيتامينات على الأقل دكتورة مثلاً أنا ما سويت تحاليل أنا سويت تحاليل وطلقت طبيعية أنا سويت تحاليل وقع أخذ الأشياء الأساسي عشان أصلحها بس أبي فيتامينات طبعاً هي تعتبر أحد الأشياء المساندة والمجموعات ما التساقط هذا واحد من الأشكال أو الشركات اللي تصنع المينوكسديل و5% يبتدون في الرجال والنساء لحد سواء للمشاكل اللي قريب من الصلع أو اللي عندهم مشاكل هرمونية بس ما الفضل ابتدي على طول إذا كانت الحالات تواب بداية عندها تساقط ممكن تستخدم أشياء أنا الحين بحط لكم أمثلة على هذه الأشياء اللي ممكن تستخدمونها بالبيت وتكون جزء من الخطة العلاجية المساندة داماً الحين كثير منكم مثلاً ما قاعد يقدر روح إيادات حق مثلاً أن يسوي بلازمة وسوي غيرها شوفوا هذه كمثال فقط لا غير كمثال أوكي والحين راح أطلكم بعض الأمثلة يعني من شركات حتى مختلفة عشان تعرفون مثلاً بالبيت شنو ممكن تستخدمون من أشياء موضعية هذه كفيتامينات تعتبر ممتازة جداً ممتازة أفضل من الفيتامينات الساقة اللي تكلمت عنها بنقطتين فيتامين دال على حسب التوصيات الحديثة ألف ومائتين وحدة دولية وهي الجرع اليومية تقول من ألف لألفين سابقتها كانت ثمانمية أرد وأقول البايوتين اللي هو ينفع كذلك الجلد والأظافر فيها خمسمية وكثير من الفيتامينات اللي تكون مجموعة من الفيتامينات فما قاعد يكلمكم عن البايوتين اللي بروحة صافي تربجرع علي ممكن يطلق لكم محبوب فهذه تكون أفضل بالنسبة لي أو أن يتأخذين بايوتين ما يتعدى الخمس تالع فهذه فيها خمسمية هل تسبب المساك ما تسبب المساك تسبب زيادة بالوزن لا والله لأنه ما فيها بيتولف يعني فضيعة هذه الفيتامينات مالتي طبعا أنا فاتحتها شديدين ولمسكرتي شديد يكون فيها من قطن من بره أول ما تفتحينها تشيلين القطن بس من فوق أنا أخلي هذي شايفينها لأنها تمتصر رطوبة أي تلف يصير بالفيتامينات تحميها بالعكس والله العظيم أنك عينزل وزني عادي لما سوي حميات غذائية ليش؟ لأنه ما فيها بيتولف أو فيها مواد أو تركيبات تفتح الشهية غير أن فيها البروتينات الأساسية للشعر رح تلقونها بأول الجدول وعلى فكرة 70% من تركيبة الشعر تكون فيتامينات تركيبة الأساسية بروتينات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذه فيتاميناتي حطيت لكم إياه وشرحت لكم عليها هذي من الأشياء اللي تعتبر مساندة شنو الجزء الثاني المساند؟ الأشياء الموضعية اللي تنحط موضعيا طبعا إذا ما كانت تساقط أحد ونفس ما قلنا مهرموني ما في فراغات حلقوية ما رح بتدي منوكسديلا لطريقة لبعض الأضرار الجانبية إذا ما استخدم طريقة صح وكذلك لازم ما نوقف مرة واحدة سواء بنات أو شباب أوكي؟ وممتاز يعتبر كعلاج بس نفس ما قلت لكم تواه الحين الأشياء اللي موضعية أنا استخدمتهم جربتها وفعلا تهبل وفعالة هذين الأثنين كمجاميع موجودين طبعا يا هذي يا هذي الفايف ألفة أورايزينج والستامن أورايزينج خيال فضيعين تلقونهم عند ميديكا الكوزماتيك ما توقع ما حد يعرف ميديكا الكوزماتيك هذي اللي تلقونهم كثير من هذي اللي أنا الحين حاليا عليهم تلقونهم كثير من صيدلياتنا هذي هي طبعا هذي كريشينة أو كريسينة هي أمبولات موضعية تنحط على الفروة للتساقط يعني ما أدريش أقول خيال خيال يعني الأشياء اللي أنا تكلمت عنها صراحة مو بس كتركيبات أنا جربتها استخدمتها يعني أنا ما وقف الموضعي يعني شوفوا حتى الفيتامينات كل ثلاث شهور أربع شهور أخذ بريك منها يعني أخذ ثلاث شهور واربعه وممكن بعدين أخذها أحبه كل يعني تشذي يعرفته وأقطع فيها لكن الأشياء الموضعية ما توقف خاصة أنه ما منها ضرار جانبية يعني ما هي مواد اللي حيل ممكن خاصة إذا عرفت شنو تستخدمين أو تختارين طبعا كان فيه مالة الأنبات اللي 500 الحنا أنا أخذت اللي 1300 اللي هي أنبات والحد من التساقط هذي ترى هذي ما أخذه تسع براءات اختراع فضيعة هذي أنا الحين عليها شوفوا تذكرون لما بديت معاكم العلبة الثانية من شن من أسبوعين تقريبا شوفوا أول صفة خلصتها هذي الحنا أنا بادي فيها وهذا كان موضوع اليوم اختصرته كثير ما أقدر وكتبت لكم إياه بالتليفون بدأ ليكون خط إيدي عشان يكون واضح حكم نقطة ثالثة بأكد عليها لازم تعرفون أنه في فرق بين الهوميقلوبين السي بي سي لما تطلبونه وكل نسبة الدم تمام وما تاخذون حديد غلط لازم تسوون الفراتين أنا كاتبة اسمه بالإنجليزي وكاتبة اسمه بالعربي اسمه مخزون الحديد بالإسنابات اللي فاتت منخصت لكم كل شي يعني أبيكم 5 ميين عيادة استشارة خذتوها الحين بالتليفون بس لازم تعرفون أن مخزون الحديد حتى لو كان بالحدود الطبيعية لازم يكون فوق السبعين يعني بحدود الطبيعية بس فوق السبعين أو فوق الستين حتى بعدها لا تاخذون حديد إذا كان أقل اخذوا حديد تحتاجون عشان تساقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر